تسمع جمهور الاهلي يقولك شناوي عظيم هاي الرائع بس الاهلي محتاج حارس مرمى تاني لكنه من مع فيلر بدأ مصطفى شبير ياخد فرصة وبعدين يمكن تراجعت شوية وبعدين رجعت زالت تاني وشوفنا حمزة كمان بياخد فرصة وشوفنا السنة اللي فاتت مصطفى مخلوف بياخد فرصة لكن انا بتكلم على الفترة الصعبة دي كان معك علي لطفي ومن الحراس الممتازين جدا فكان محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شبير حمزة علاء ده كان ترتبهم اللي لم تخني الزاكرة هل انت حتى مشي علي لطفي كمان هل فكرت انك داخل على بطلات افريقية وداخل على تحديات صعبة انك تطلب حارس وازاي كان التعامل بقى مع الشناوي وكان الحارس الاول والاوحد للفريق في هذا الوقت كان هناك ايضا اكرامي كان ايضا اكرامي موجود اذا بالفعل كان لدي الكثير من المقاتلين في هذه اللحظة كما اقول اذا انا حاولت ان اوداء اقوم بعمل تدوير لهم وبالفعل اشغلت بشكل قوي معهم وكانت اضع في اعتباري انني لدي راعبين رائعين حراس مرمى رائعين اذا في الاهلي اقول لكم اذا نقوم دائما بعمل المقارنات مع الفرق الاخرى اقول لكم لديهم الكثير من المميزات يعملوا بشكل رائع الاهلي العمل مع الاهلي صعب ايضا وليس سهل صعب ليه لماذا هو صعب لان يجب ان يكون في قمة الاداء يجب ان تكون قوي نفسيا وبدنيا وفنيا وهناك الكثير من الضغوط ضغط الجماهير ضغط المدرب اقول لكم اعداد لعب محراس مرمى الاهلي ذهنيا ليواجه الصعوبات ايضا وانت لعبتك حارس مرمى في الاهلي وهذا ليس سهل صعب عندما تقوم بعمل خطأ من الممكن ان تقابل الناس في الشارع ويتواجه مخاطر ليست هجوم لك لانك تواجه هجوم والاعلام والميديا وكل هذا اذا انه ضغط كبير اذا سوف تنتهي حياته في اللعب مع الاهلي او حياته في الكرة مع الاهلي وهذا خوف كبير ايضا اذا يجب ان نعدهم نفسيا وزهنيا لجميع الظروف وخاصة ان نقوم بعمل ذلك مع الشباب من حراس المرمى يجب ان يكونوا جاهزين في كل هذه النقاط اذا لو قلنا ان مهاجم احضر خمسة او ستة اهداف لا نقول له شيء لكن اقول لكم ان اللعب مع تدريب حراس المرمى واعدادهم سواء جسديا وزهنيا اذا اقول لكم ايضا اذا اقول لكم ان المواهب التي لديه كل لعب فيهم لديه موهبة واذا يجب العمل على هذه الموهبة وبفضل الله انا لدينا جميعا كبرنا سواء مع الفريق او مع حراس المرمى وكما قال سامي احنا مجموعة انا اقوم بالتدريبات الفنية والنفسية والزهنية واقول لهم اننا انا اقوم بالاداء بشكل جيد انكم جميعا جيدين اذا اقول نعم لم اقول اننا نريد شراء حراس انا اقول دائما لا نريد شراء حراس مرمى جدد اذا عندما مثلا اصيب الشيناوي كان لدينا البديل القوي اقول لكم لديك بان يكون لدينا كثير من اللاعبين لديهم الخبرة لكن انا دايا شباب اقوياء اذا سوف اعود الى مشكلة التي حدثت مؤخرة لان ليس لان وصول حراس مرمى او التعاقد ان حمزة مثلا او شوبر لن يستطيعوا اللعب المنافسة موجودة هنا بتكلم على المفاوضات اللي كانت مع ابو جابل او التعاقد مع الزنفولي او كلام على بسام نعم نعم بالتأكيد اذا ليس من المؤكد ان يأتي هؤلاء اللاعبين ولم يوقعوا اذا وليس من المؤكد ان يأتوا ويلعبوا لكن في رؤيتي انا مشروعي هذا ليس له علاقة ما بين السن اذا هل نقول انه لانه متقدم في السن سيتأثر ادو هذا ليس لا ان الحالة هذه لا اعطيها اي اهمية اذا اقول عندما نقول انه اتى من الخارج ولديه الكثير من الخبرة انه جيد الهدف موجود نحن لن نفقد الشباب اقول لكم الشناوي يأدي بشكل رائع لكن الشباب ايضا رائعين ويوجد المنافسة القوية سواء ما بين حمزة ومخلوف وشبير وشناوي اذا كل لعب بينهم سواء في مرحلة السنية او بخبرته يقدم افضل اداء ويقدم افضل ما لديه ويبزل اقصى مجهود اذا شناوي هل سيقول لا انهم شباب لا ابزل مجهود وتوجد المنافسة اذا انت حارس جيد اذا انت كنت حارس مرمى وتعرف عندما تقول انا الافضل ولا يوجد احد قريب مني يهددني لا اذا هنا المنافسة موجودة اذا الجميع يستفيد النادي المدرب كل الجميع يستفيد من قوة هؤلاء الحراس المرمى انهم اسرة واحدة ويعملوا جميعا مع بعض بنفس الروح الاسرة اشتركوا في القناة